هلا وسهلا مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذا أبرز عنوانها إجراءات جديدة لتجديد جواز السفر أو الحصول عليه لأول مرة إليكم التفاصيل قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات المعنية شرعت في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع جديد يهدف إلى تبسيط مسترة الحصول على جواز السفر المغربي وبحسب المصادر فإن المشروع يتضمن رقمنة العملية بالكامل بحيث يمكن للمواطنين الحصول على جواز السفر عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المقاطعة أو القيادة التابع إليها ترابيا صاحب الطلب وأوضح وزير الداخلية عبدالوافي ليفتيت أن المشروع يعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حيث سيتم استخدامها كقاعدة بيانات أساسية لإصدار جواز السفر وأضاف لفتيت أن المشروع سيجعل العملية أكثر أمانا وسرعة وراحة للمواطنين ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة المغربية لتبسيط الإجراءات الإدارية والخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة نانسي قنقر